كشفت مصادر تربوية مطالعة أن وزيرة التربية الوطنية نورية بنغبريط أحالت ملف الزيادة بأثار رجعي المتعلق بالأستاذ المكون والأستاذ الرئيسي بداية من الثالث جوان 2012 إلى مكتب الوزير الأول عبد الملك سلال للفصل في القضية وزيرة التربية سارعت إلى الاستنجاد بالحكومة من خلال إحالة ملف الزيادات بأثار رجعي للأستاذ والمعلمين المستفيدين من الترقية والخاصة بأستاذ مكون وأستاذ رئيسي بعد فشلها في إقناع النقابات بالعدل عن الإضراب اعتماد الزيادات بأثار رجعي بخصوص الأستاذ المكون والأستاذ الرئيسي ابتداء من تاريخ الثالث جوان 2012 عوض التاريخ الذي حددته وزارة التربية سابقا وهو الأول من ديسمبر 2014 هذا المطلب المتمثل في اعتماد الزيادات بأثار رجعي لصالح الأستاذ المكون والأستاذ الرئيسي الذي ستفصل فيه الحكومة قاربا سيكلف أموالا طائلة حيث تصل منح الأستاذ المكونين في الثانوي إلى حوالي 42 مليون سنتيم والمتوسط مبلغ 40 مليون سنتيم والابتدائي مبلغ 38 مليون سنتيم أما الأستاذ الرئيسيين فسيتم منحهم زيادات تقدر ب38 مليون سنتيم في الثانوي و36 مليون سنتيم بالمتوسط و29 مليون سنتيم بالابتدائي وهو ما سيكلف خزينة الدولة مبالغ طائلة تتطلب تأشيرا مباشرا من طرف الوزير الأول عبد المالك سلال ترجمة نانسي قنقر